ثمن سعادة السيد عادل بن عدرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رؤية جلالة الملك المفدة في نشر السلام وإرساء التسامح والتعايش بين الشعوب والتي تكتسب أبعاداً إقليمية ودولية مهمة في تحقيق التقريب بين الثقافات وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي مختلف أرجاء العالم ورفع العسومي خلال ترأسه جلسة البرلمان العربية السادسة والختامية لدور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث أسمى آيات الشكر والامتنان لعاهل البلاد المفدة لجهود جلالته حفظه الله في صون الأمة العربية والحفاظ على مقدراتها مشيداً بالجهود المقدرة لجلالته وحرصه على تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات بما يخدم الشعوب العربية فضلاً عن دور جلالته الريادي في ترسيخ العلاقات مع الدول الأخرى بما عزز من تواجدها في محيطها العربي والإقليمي والدولي بفضل السياسة المتوازنة والحكيمة التي أسهمت في تحقيق رؤية جلالته حفظه الله بخطاً ثابتة نحو تحقيق مشروعه الإصلاحي ترجمة نانسي قنقر